طيب وصلنا لفقرة حوائد صد عايزة أسأل حضراتكوا سؤال احنا بكرة هلعب مين؟ هلعب سيمبة مش هتلاعب سانداونز أرجو من كل الناس أهلوية وغير أهلوية لكل الناس اللي بتحاول تودينا في هذا الاتجاه اللعبة بتاعتنا مش مركزة غير في حاجة واحدة فقط اللعبة بتاعتنا مركزة في مباراة بكرة في مباراة سيمبة التنزاني أنا ما بفكرش في سانداونز أنا ما عرفش سانداونز أنا هطلع حوصل ولا مش حوصل ما عرفش لما واجه بكرة سانداونز مع إن أنا عمل نتيجة إيجابية في تنزانيا 2-2 زي ما سمعته كولر وشناوي ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم هتقول لي يا عم إسلام أنت كل شوية تقعد تقول لك كلمتين دولة أقول لك آه لأنه صدقوني ماتش صعب مش ماتش سهل مش عايز حد يفكر في اللي جاي مش عايز حد يفكر في اللي حيحصل في مباراة سانداونز هو مين اللي حيلعب في ماتش سانداونز الناس بتسألني من ساعة متعدلنا هناك 2-2 كل ما حد يشوفني يقول لي الله طب هو يا كابتن فكرك حيقدر يلعب مين فين يعني منعم حيلعب ولا مش حيلعب في ماتش سانداونز سانداونز إزاي يا جماعة وانا لسه مخلصتش مباراة سيمبة أرجو أرجو ان ما يبقاش فيه كلام في هذا الأمر احنا عندنا أقل من 24 ساعة يجب أن يكون هناك مسندة كبيرة جدا جدا لفريقنا ان شاء الله بكرة الجمهور يبقى مالي الملعب على قد الساعة الرسمية اللي تم السماح بيها أرجو أن يكون الجمهور متواجد ونعمل حاجة واحدة بس نشجع بلدنا ونشجع القيادة اللي في بلدنا علشان اللي بيحصل في فلسطين ونقف مع أخواتنا في فلسطين وفي نفس الوقت نشجع فريقنا ونقف مع فريقنا لا ننظر لأي شيء آخر دي وجهة نظري طبعا أنا ما بفرضش وجهة نظري على حد ولكن دي وجهة نظري اللي أنا شايف إن هي محدش يفكر يقول لي ماتش سانداونز يا جماعة لسه أنا معرفش مين اللي سانداونز كسبالة نصف وبقول لحضراته آه طبعا بنسبة كبيرة جدا وصل للدور نصف النهائي في هذه البطولة ولكن كرة القدم معرفش إيه اللي ممكن يحصل فيها اللي اتفرج على ماتش سانداونز وبترو أتلتكو اللي كان في أنجولا ماتش اللي فات كان من يومين الشوت الأولاني بترو أتلتكو يكسب سانداونز أربعة سفر والله العظيم تلاتة زي ما بيقول لحضراتكم كده أربعة اللي اتفرج على ماتش الشوت التاني وإيه كرة جات لمصالح سانداونز وقدر يجيب هدفه فمن فضل حضراتكم خلينا نركز في مماتشنا خلينا نركز في مباراة سينبا لأن هي الأهم دلوقتي ما نبصش لحاجة أخرى مبارح